وقعت مصر وسنغافورة افتراضيا اتفاقا للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وسفير مصر في سنغافورة محمود المغربي ويتم بموجب الاتفاق نقل الخبرة المتراكمة وتكنولوجيا السنغافورية إلى مصر وذلك من خلال تنفيذ برنامج توأمة لإقامة مركز تميز بمصر والقيم بتدريب الكوادر المصرية المعنية وأكد وزير الاتصالات على أهمية الاتفاق واتصاقه مع البرنامج الوطني المصري للذكاء الاصطناعي